استكمالا لفرض سيطرة روسيا على المؤسسات السورية واستيلائها على كافة المشاريع الاقتصادية وزارة المالية في نظام أسد تصدر ما أسمته قرارا يقضي بالحجز على أموال الشركة السورية الأردنية لصناعة الحديد والصلب تحت ضغط روسي في ظل مساعي موسكو للاستيلاء على هذا النوع من الصناعات خاصة أنها تسعى لإقامة مصنع متعلق بهذه الصناعة في سوريا فنحن نواجه قضية مركبة من ثلاثة عناصر مترابطة مراقبون يرون هذا القرار واحدا من ثمار ارتهان بشار أسد لروسيا وموافقته صاغرا على مشروع روسي قدمه نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف أواخر العام المنصرم قرار متعلق باستثمارات روسية بقطاعات الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والقطاع الإنشائية وقل إن شئت بكل شيء هذه الأرقام المحلودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة بينما يعيش السوريون في مناطق استيلاء ميليشيا أسد حالة من الفقر والجوع وانتشار صور وفيديوهات كثيرة تظهر الوضع المأساوي للمدنيين ليصل الحال لأن تبيع سيدة دمشقية شعرها كي تطعم أطفالها الجياع تحكم أسماء الأخرى الزوجة رأس النظام قبضتها على قطاع الاتصالات في سوريا بسيطرتها على شركة ام تي ان عبر فرض حراسة قضائية عليها عقب أشهر من استيلائها على شركة سيريتل المواطن ما عم يتقبل اللحم ولا عم يتقبل شراء لو عم يتقبل شراء اللحم يعني لا تصف المواطن لأكل لحم يعني شريحا للمجتمع بتاكل لحم قرارات وأحكام تبين حجم الجشع المتأصل في عائلة أساد بدءا برامي مخلوف ووصولا لأسماء وتكشف طبيعة الارتهان للاحتلال الروسي وكذلك الإيراني حيث سبق أن رفعت وزارة مالية أساد قرارات مماثلة بإملاء إيراني ليمضي اقتصاده نحو الهاوية وتستمر الليرة السورية بالانحدار لأسفل القاع مسجلة أرقاما تاريخية في سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي وسط تبريرات من وسائل إعلامه التي لا تزال تعلق كل ما يجري على فرضية المؤامرة والعقوبات الاقتصادية والحرب الكونية مع أن الأسباب باتت واضحة ومعروفة حتى لدى الموالين لأسد